موسيقى موسيقى لا شك نفخرين جداً باستضافة هذا المؤتمر بالتنسيق مع اليكاو هذه أكبر مؤتمر من التسهيلات في العالم ويجرى خارج اليكاو وقدر ستكون مستضيفة له موسيقى اجتمع سعادة السيد جاسم بالسيف الصليطي وزير المواصلات مع سعادة السيد سلفاتوري شاكيتان ورئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي جرى خلال الاجتماع استعراض سبول تعزيز وتطوير العلاقات بين دولة قطر والمنظمة في مجال الطيران المدني ومناقشة أبرز قضايا تسهيلات النقل الجوي وسبول المساهمة في قضايا حماية البيئة والبحث والتطوير المرتبط بمجالات الحد من الانبعاثات الكربونية شهد سعادة السيد جاسم بالسيف الصليطي وزير المواصلات على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي إيكاو لاستضافة الدوحة لمؤتمر منظمة إيكاو العالمية حول تسهيلات النقل الجوي خلال الربع الثاني من العام المقبل 2025 وقع المذكرة السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير عمل الهيئة العامة للطيران المدني وسعادة السيد سلفاتوري شاكيتانو رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو وقال سعادة وزير المواصلات إن هذا المؤتمر سيمنح أصحاب المصلحة فرصة هم لتحديد الأولويات وتحقيق التعاون بين الجهات العاملة في مجال الطيران المدني ومجال الإجراءات الوطنية والدولية لسلامة هوية المسافرين لا شك أننا فخورين جدا باستضافة هذا المؤتمر بالتنسيق مع الإيكاو هذه أكبر مؤتمر للتسهيلات في العالم ويجرى خارج الإيكاو وإن شاء الله دولة قطر ستكون مستضيفة له لا شك أن دولة قطر لاعب رئيسي في مجال الطيران كما تعلمين أننا عضو أساسي في مجلس الإيكاو وعضو منتخب لدولة قطر من ست سنوات لنا دور فعال جدا لكن نفخر باستضافة هذا المؤتمر مؤتمر التسهيلات الذي يحتوي على عدة مفاهيم رئيسية تبادل الطيران في المجال العالمي سيتواجد فيه أكثر من 35 وزير من صناع القرار ومن جميع الممثلين للطيران اللي هم الجمارك والجمارك والآمن كلهم على أساس انتفاهم في إيجاد أرضية صلبة للانطلاق ونفخر جدا أن المؤتمر هذا سيخرج بإعلان وهو هلان الدوحة من جانبه أشد سعادة السيد سالفاتوري شاكيتانو رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بالجهود القطرية في مجال الطيران المدني وأكدا ريادة قطر في هذا المجال باعتبارها لاعبا رئيسيا على الساحة الدولية بفضل تجربتها وإمكاناتها الكبيرة تم اختيار قطر لأنها لاعب رئيسي في قطاع الطيران المدني ومن الأعضاء المؤثرين والمساهمين بفعالية في منظمة الإيكاو من المهم الإشارة هنا إلى أننا وبالتعاون مع قطر سننظم أول حدث من نوعه في قطاع الطيران المدني بمشاركة وزارية واسعة من خلال مؤتمر يركز على التسهيلات في قطاع النقل الجوي وذلك نظرا لضرورة تسليط الضوء على أهمية هذه التسهيلات للنقل الجوي عالميا